خلفا لرئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد النهيان انتخب المجلس الأعلى للاتحاد السبت محمد بن زايد النهيان رئيسا للدولة بمجب المادة الواحدة والخمسين من الدستور رئيس دولة الإمارات الجديد من مواليد الواحد وستين تسعمائة وألف ابن الشيخ زايد بن سلطان النهيان مؤسس دولة الإمارات وأول رئيس لها خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة سنة تسع وسبعين تسعمائة وألف شغل بعدها عدة مناصب في القوات المسلحة الإماراتية من ضابط في الحرس الأميري إلى طيار في القوات الجوية ثم تدرج في عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سنة ثلاثة وتسعين تسعمائة وألف رئيس دولة الإمارات الجديد شغل عددا من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية بداية من ولايته عهد أبوظبي نوفمبر 2004 ليصبح في ديسمبر من نفس السنة رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أين تولى رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم عمل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالميا والتي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي يتمثل دوره في السياسة الخارجية في زيادة روابط الإمارات العربية المتحدة مع الدول خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال جعله الدولة حلقة فاعلة إقليميا ودوليا ويعرف عنه بذله الكثير من الجهود للوصول بها إلى أفضل وأرقى المراتب الدولية